سلام لبنات إن شاء الله كامل لكم بخير وصحتكم على خير اليوم جيتكم بوصفة جديدة لها تحلية الفارولة اللي هنا لأول مرة حبيبتي تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس هكذا باشي لحكي كامل جديدي اللي مشتركيني معي من قبل ما تنسيش حبيبتي كيتشوفوا الفيديو تخلي جام صداقة جارية عليكم وتخليوا كومنتير محفز أكيد أنا راح نتحفز أكثر وكثر ونزيد نقدم أحسن ما عندي لها حبيبتي نخليكم تشوفوا بعض المقتطفات كما تعودتوا معي ونروح نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحذير لوصفتنا لنهار اليوم بسم الله هنا وش عندي لبنت عندي هذو ليفيرين راح ندير فيهم عندي الفارولة احنا راح نبدأ نقطحها طولي ونحاول لبنت نقطحها كما نقولوا لكي توقف مع الليفيرين هذو كل عندي شوفوا الليبنت اللي هنا اي شوية ديرانجيكم مية شوفوا كي تديروها رقيقة راح تحكم معاكم وجربوا الليبنت تديرو يعني حبيبتي يكونوا شوية باهين عن بلك هذو الحبيبت هم اللي يديرون مظهر بتاع التحليجتكم يعني طريقة راهي واضحة هنا في كل يعني كأس نديرو ربع قطع فقط هكذا للتزيين باش يجيوا واضحين ويجيوا بينين هكذا لبنت انا اكملهم كامل بنفس الطريقة كما راكم تشوفوا له هنا كي تحكم معاكم هكذا حبيت حاولوا تتعود وتترجعوهما لبنت يعني اي طريقة اي سهلة احنا شوفوا عندي شوية فارولة اكمل ثاني قطعتها 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 مربعت نحطها في القاعدة كما راكموا تشوفوا ونجرب اني نحكم بها هذوك اللي درتهم هذوك القطاع تعتزين يعني طريقة راهي واضحة نحاول هنا القاعدة كاملة نعمرها يعني شوفوا لهنا لبنت عشرين نلف شوفوا انا شريت غرح عشرين نلف برك يعني مش شريت هاش يعني يعطيها لي اخويا بعشرين نلف قل لي اني عطيتك حق عشرين نلف شوفوا درتها في وسبوم في هذه التحليا ودرتها مع بعض معاكم في الوصفة تعلي ترتوليت يعني طريقة اي واضحة يعني عشان نرف اي تدير لك يعني دير لك زوج بها صافيت هنا نروحوا للكريمة واش عندي عندي ثلاث ملاعق سكر عادي عندي كاس حليب وعندي زوج مغارض فنشا هنا السكر على حسب الرغبة كل واحدة تدير الكمية اللي تحبها كان اللي تحب حلاوة بزيف تزيد وكان اللي ما تحبش الحلاوة بزيف تناقص هنا لبنت انا نخلط كل شبير في بيرد هكذا حتى يذوب هذيك الانشالي عندي والسكر ونحطها فوق النار مع التحريك لازم تقعدوا تحركوا لبنت باش ما تتحركش معكم الكريمة تعقم ونراجعوا باش نكملوا الوصفة تعنا مع بعض حتى تعقد لكم اللي بنت باش تنحيبها هنا هكما تشوفوا الكريمة اللي تحصلت عليها اي عقدة بتحميش شي بزيف اي هكذا تكون شوية كريمية عندي هنا جوزة حق عشرة لايف بركة لبنت انا شهيت عشين الف عشرة قلو كليتها وعشرة لايف خليتها هنا حمصتها وحكذا دكدكتها غابيدية بركة يعني مرحيت هاش خلطها مع هذه الكريمة نجيل هنا كما راكموا تشوفوا لبنت قبل ما نضيفها لازم ندير لها ملعقة زبدة ملعقة صغيرة بركة لبنت اهنا تدور الزبدة تخلي الكريمة تعكم تخليها طريا واجي اصلا جيبنينا ديروا زبدة لبنت مش مقارين زبدة هنا نحاول ان هذه الزبدة كيم نضوبها في الكريمة لان الكريمة اي سخونة راح تضوب معاكم دقيقة واحدة يعني مش راح تشد معاكم الوقت هنا لبنت ما تقدرش استعملوا كوكي وفتح لي هذي تقدر استعملوا جوز او لوز هذا ما كان شوفوا لبنت اللي هنا نبدأ نعمر في ليفيرين تابعي هنا اول حاجة وش راح ندير شوفوا القاعدة وديما نجرب اني البنت كما نقولون عدل هذوك اللي قدرتهم القطع تعالفار ولا تعتزين لازم نعدلهم شوفوا لهنا ندير يعني ملعقة ونصف يعني نحاول ما نعمرها مش نديرها من النصف لانه مزلت طبقة اخرى ونحاول نخبط هكذا اللي فيرين تابعي ما يقعدوش كايلين فراغات هاكذا شوفوا الليبنت تحاولوا انكم ديما تعدلوا هذوك القطع تالفاريز وتحاولوا ديما تخبطوا الكؤوس تابعكم باش الكريمات تهبط في الفراغات هذوك وما يبقى وش فراغات يبانوا يعني الطريقة راهي واضحة مام هذوك الليبنت يعني كما هكذا كما راكم تشوفوا هذوك لي يسحون على الجوين بولا نضخنا نمسحهم اكيد يعني باش نديروا الطبقة الثانية انا هنا لبنت نكملهم كامل بنفس الطريقة ونحطهم اكيد في الثلاجة يتمسكو معايا ونرجعو نديروا طبقة الثانية هنا الطبقة الثانية الليبنت واش عندي كريمة الشونتي راكم الله يبارك كامل تعرفوا طلعوها كاس حليب كاس غبر الشونتي نخفقوهم مليح مليحة لبنت حتى يضعف الحجم ونضيفو لهم اللهنة ديكو فروي ذوق التوت اللهنة اي ذوق تحبي هذي فيه عندك مام وسمه يا ربي فكرني يا ربي هذيك وسمها سوبر كريمة تعالفاراو لا تقدروا تستعملوها ديروا ملعقة كبيرة بركة لبنت وخفقوها معكم يعني تعطيكم لون وتعطيكم هني طعم هنا شوفو انا استعملت هذي الادوية لبنت وبدأت نزيين يعني الطريقة راي واضحة وتزيين خفيف بركة لبنت يعني موش تزيين كبير ولا والطريقة راي واضحة والفيديو راي عبر عن نفسه انا اكملهم كامل يعني بنفس الطريقة ونروح نشوفو الروتوشات الاخيرة ونشوفوه مع بعض في كؤس تغديم هنا لبنت يعفون يعني صورة راي شوية مظلمة لانو راني نصور في الليل اعذروني شوية لبنت شوفوه هنا بعد ما كملتهم كاملين راحوا نديروا الروتوشات الاخيرة مع بعض هنا شوفوه هذي هالك تحليقة تاعي بعد ما بردتلي عندي هذوي لبنت والله ما علي بلي وش يقولو لهم وش الاسم تحمل حقيقي نرما مومو مش حبيبت الشوكولة ام جيين هكذا فايات صغار هكذا وشوكولة يعني هذو ما يعني زينت بهم وهنا كل وحدة تزين بالشي اللي عندها وكل وحدة تدير الحاجة اللي تعرفها المهم انا اعطيتكم الطريقة وصدقوني لبنتها روعة 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 يعني ما نشي نشكر في روحي والله انا اعطيتكم الصراحة لحنا لبنت وش نقولكم حبيبتي اذا عجبتكم الوصفة متساوش تخليلي جيمل الفيديو وكمونتير تقولي وش رايكم في الوصفة و الى الملتقى ان شاء الله في وصفة قادمة سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة